إن الحمد لله نحبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً وبعد موعدنا في هذه الليلة معاشر الإخوة مع الدرس الرابع والعشرين من دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ودرس هذا اليوم يتعلق بالجزء الأول من فتح مكة ذلك الفتح الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين ذلك الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياءا وابتهاجا هذا الفتح العظيم الذي كلل الله به سبحانه وتعالى انتصارات رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وأعز الله دينه ورسوله وسائر المسلمين بهذا الفتح العظيم هذا الفتح كان في العاشر من رمضان أو كان مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه في العاشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة وهذه الغزوة لها سبب وذلك أن قريش نقضت ذلك الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم معهم في صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة وتضمن بنودا في ظاهرها كلها لصالح قريش إلا أن قريش أدركت أن هذه الشروط وأن هذا الصلح كان خيرا للمسلمين ووبالا على قريش ومن تحالف معهم ولذا مع كوني هذا الصلح مدته عشر سنوات إلا أنه لم يمضي أقل من سنتين إلا وقد نقضت قريش ذلك الصلح وذلك أنهم أعانوا حلفاءهم الذين بيتوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة خزاعة وقتلوهم حتى داخل الحرم وكانت قريش ترفضهم بالسلاح والرجال فخرج سيد خزاعة إلى المدينة يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن سالم الخزاعي ولحقه بعد ذلك بديل بن ورقاء الخزاعي وقالوا في قصيدة لهم في آخرها هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد نصرت يا عمر بن سالم وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخبر بالوحي فبدأ الاستعداد قبل وصول عمر بن سالم بثلاثة أيام وبدأ يتجهز وحتى أن أبا بكر رضي الله عنه دخل إلى بيت عائشة وقال ما هذا الجهاز قالت والله لا أعلم طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم وجهته حتى إن أبا بكر قال ليس هذا وقت قتال بني الأصفر فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر بن سالم وذكر ما حصل لهم تبين لهم أن هناك وجهة إلى مكة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا الأمر عن عامة أصحابه وقال اللهم عمي الأخبار عليهم يقصد قريش حتى نبغتهم وهم لا يعلمون أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم تعداده عشرة ألاف وما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمثل هذا الجيش قبل ذلك وفي الطريق لقيه عمه العباس مسلما ثم بعد ذلك أيضا في أثناء الطريق لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ومعه عبد الله بن أبي أميه وهو أخ أم سلمة من أبيها أو من أمها فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وطردهما لأنهما كان شديد العداوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحتهما أم سلمة رضي الله عنها أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه ويقول أبو سفيان ابن الحارث تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وشفعت قبل ذلك فيهما أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وقبل إسلامهما وأسلم رضي الله عنهما وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة وكان أبو سفيان أو كان العباس رضي الله عنه يخشى أن يبغت النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأن يحصل لهم مقتلة عظيمة وهم لا شك قومه قبل ذلك فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اقتربوا من مكة يلتمس لعل أحد الرعاة أو لأحد الحطابين أو أحد يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم عفوا قبل ذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز حصلت حادثة فيها معجزة نبوية وذلك أن حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه وهو من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن شهد بدرا كان ممن علم بحقيقة وجهة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكسب يدا على قريش مع علمه ويقينه أنهم لا يستطيعون أن يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب لهم كتاب يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة وأرسله مع إمرأة مشركة فجاء الوحي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل فبعث الزبير وعلي والمقداد بن الأسود والحديث في البخاري وقال إيتوا روضة خاخ روضة بين المكة والمدينة فستجدون فيها ضعينة والضعينة هي المرأة على الجمل أو على الناقة فإن معها كتاب مرسل إلى قريش إيتوني بالكتاب فذهبوا على خيلهم مسرعين وفعلا لما وصلوا إلى تلك الروضة وجدوا هذه المرأة فأنزلوها وقالوا أعطينا الكتاب الذي معك فقالت والله ما معي من كتاب فقال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تعطيني الكتاب أو لنجردن الثياب يعني نعريك من ملابسك نفتشك تفتيش كامل وفي رواية لتعطيني الكتاب أو لنقتلنك فلما رأت العزيمة منهم استأذنت منهم أن يبتعدوا فحلت قرونها كانت يعني الإخفاء وصل إلى أنها أدخلت الرسالة داخل شعرها المقرون فحلت قرونها وأعطتهم الكتاب فرجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه وقرئ الكتاب بحضرتهم فلما قرئ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجه عمر رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أضغب عنقه فوالله لقد نافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر إن الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وحاطب ممن شهد بدرا فقال عمر رضي الله عنه الله هو رسوله وأعلى فهذه الحادثة فيها معجزة أن الله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كي لا يفتضح أو كي لا يعرف السر الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقترب من مكة وذهب العباس يتحسس لعله يجد أحدا فوجد أبا سفيان ووجد بديل بن ورقاء أو حكيم بن حزام ومعهم رجل ثالث فناداهم العباس وأخذ أبا سفيان وكانوا في الليل وذهب به إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان جيش عظيم حتى إن أبا سفيان تعجب من هذا الجيش وهذه النيران العظيمة فأقبل وكان يمر بجماعات المسلمين فيقولون بغلة رسول الله وعم رسول الله ولا يعطون الأمر فلما مروا بنار عمر بن الخطاب عرف أبا سفيان قال عدو الله أبا سفيان وأخذ سيفه وانطلق يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذنه في قتل أبي سفيان ولكن كانت البغلة أقوى أسرع فوصل العباس وأبو سفيان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستجار له النبي صلى الله عليه وسلم فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية إن شاء الله لأحداث هذا الفتح في الدرس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا بجميعا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين وأن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين